المشاهدين والرحباء بكل اللي انضمعنا الآن المتابعتنا في ديرتنا وجولتنا القادمة اللي بناخذكم ونروح فيها إلى عروس الشمال حايل يعد مشهد كمار المجالس من أكثر التراثيات اللي يحتفظ فيها عامة الناس هم من الموروثات اللي لا يزالون يستخدمونها في منازلهم الجديدة وترافقهم في كركهم من أركان بيوتهم وما يستغنون عنه رح نعرفكم بشكل كامل ومفصل مع الزميل سلطان الشعيب بساك الله بالخير زميلي سلطان عرفنا مع المشاهدين عن هذا الموروث من أرض حايل تفضل أهلا وسهلا فيك يا عهد أكيد أمسي عليك وأمسي عليك كل المشاهدين وينما كانوا يشوفونا بالسعودية وذكرت يا عهد الكمار وهذا موضوعنا اليوم الكمار أكيد في نجد وفي حايل بالتحديد أهالي حايل يدفعون مئات الألوف ربما ملايين عشان يقوم بيت حديث ومودرن بس ما ينسى يحط بيت مجلس تراثي ولازم يحط فيه الكمار إيش الكمار وإيش تفاصيل الكمار وليش أهل حايل المهتمين في المجالس التراثية اليوم راح أتعرف على هذا الموضوع وأكيد مع ضيفي اللي هو وكثير من أهل من منطقة حايل يتنافسون على المجالس هذه اللي تكون مكان لاستقبال الضيوف أكيد حايل دار حاتم الطائم منبع الكرم فأهل حايل أكيد ماشيين على هذا النهج اليوم يسعدني ويشرفني ينضم مع الأستاذ نايف ظاهر الفداغي أحد أبنى منطقة حايل واللي مهتم في أكيد المجالس التراثية بالكمار أخي نايف حياك الله معنا اليوم عبر قناة السعودية وبرنامج جديدتنا اليوم نحن في منطقة حايل وفي الكمار وفي مجالس التراثية اليوم نحيي معنا في هذا اللقاء وأكيد نعرف عن المجالس التراثية وأهميتها في منطقة حايل في البداية الله يحييك موشي وأهلا وسهلا بكم والقناة السعودية ومشاهدي القناة السعودية الحقيقة نحن اليوم نتكلم عن موروث وارث شعبي وثقافي على منطقة حايل وعلى المملكة المسعودية بشكل عام وجانب الكمار الكمار هو عبارة عن دولاب أو رفوف توضع في أحد أركان المجلسة والمشب فالهدف منه هو حفظ الدلال والبريقات والمحاميس والمبريد والأمور هذه كذلك نحن تطور الكمار لدرجة أنه دخلوا فيه نقوش سواء عندنا في حايل نقوش حائلية أو نقوش نجدية أو على مختراف مناطق المملكة جميل اليوم نحن في منطقة حايل دائما مجالسنا لازم تكون فيها الطابع التراثي الطابع التقليدي في منطقة حايل نريد أن نعرف أهمية هذه المجالسة عندنا ومجالسة تراثية وليش لما يكون في مجلس في منطقة بيت يبنى فيه يكون في مجلس ونسمي في حايلة وقع المشب صحيح المشب مأخوذ من شبة النار وهي الشبة فهو إرث صراحة ثقافي وامتداد الأباء وأجدادنا من قبلنا وحنا مواصلين عليهم إن شاء الله نورثوا لللي بعدنا الشبات هي عبارة عن اجتماع في أوقات محددة أو غير محددة يجتمعون فيها أصدقاء والأهل والأقارب والسلطة الأرحام والأمور هذه كلها والمجالس الله الحمد والشكر في منطقة حايل والمنطقة الكثيرة تعالج قضايا مجتمعية تعالج أمور كثيرة فيها صلة رحم وفيها قضاء حوائج وفيها طلع عمرك إنس وفيها ترويع النفس بعد على يوم كامل عمل أو شهر زي كذا طيب أخي أنا نايف أبغتب معك هذا اللقاء بس أبعرف الكمار من يش يصنع يعني هل هو سمنتي هل هو يعني أبغى أعرف تصميم الكمار من ايش يصنع في منطقة حايل ونتكلم عن الأشكال والنقوش اللي قاعد يشوفها قدام في الكمار صحيح بالنسبة للكمار حنا في منطقة حايل تحديدا دخل علينا منطقة حايل من مجموعة جهة الحايل يسمون المشاهدة هم أول من دخل الكمار على منطقة حايل طبعا هذه أرجح رواية في رواية كثيرة لكن هم اللي دخلوا علينا موضوع الكمار الكمار يصنع بالبداية من مواد مبدئية تسمى الجص مثلا ويتشكل بشكل يدوي تطور وصلنا مراحة الجبس والزي من شايف هذا يوضع بقوالب معينة ويطلع بالأشكال هذه سواء النقش الحجازي أو الإسلامي أو الهائلي وما إلى ذلك تطور مع الوقت وصار فيه جبسون بورد وصار فيه بدائل كثير وصار فيه رخام ودخل فيه القرانيت أشكال متعددة وكثيرة وكل على حسب ما يهوى لأنه هذا طابع شخصي فكل واحد يسوي الكمار على اللي هو يحتاجه أو احتياجه يعني أخونا نايف اختلفت المواد ولكن الشكل والطبع واحد الغرض واحد لكن مع اختلف المواد والتكاريف والأمور هذي كلها وكل منطقة لها طابع معين لكن الهدف واحد اللي هو الحفظ والشكل الجمالي أخونا نايف بن ظاهر الفداغي أحد من المنطقة تحير شكرا نزيل لك على هذا اللقاء وشكرا لك على استقبالنا وكيد أشكر عدر الضيبان لليوم وصلنا معك لهذا اللقاء الجميل وهذا المكان الجميل وممتع وأكيد كنا اليوم في ضيفة ارتكال عافية وما قصت ماك التوفيق ألف شكر وحياكم الله وتنورونا وزورونا طبعا لك اللقاء الأستاذ نايف بن ظاهر الفداغي أحد من المنطقة تحير اللي عرفنا على هذا المكان وأكيد عرفنا عن الكمار زي ما قلنا عرفها الكمار بس كلمة الكمار هذه ظاهر مصغر أو الكمار كبير والكمار صغير أتوقع الذكر أخوي نايف الفداغي قبل شوي وأيضا أكيد هو هدف هذا المكان أو هدف هذا الكمار أن يكون واجهة لحفظ أدلال وأكيد حاليا في الوقت الحالي صار ديكور جميل في المجالس التراثية في منطقة تحير وأكيد المجالس في منطقة حايل مبسقة أو شاهي زي ما ذكر أخوي نايف أيضا أخذ علوم أهل الحي نفسه أو الجماعة وأكيد معاناة زي ما قال بعض القضايا الاجتماعية في منطقة حايل شكرا على هذه التغطية الممتعة زميلي سلطان الشعيب شكرا لضيفك الأستاذ نايف على نقل هذا الموروث وتعريفنا فيه كمار المجالس من حايل ومهمت قدمت فينا الدنيا إلا أننا يبقى فينا الحنين لهويتنا وتراثنا وما نقدر نستغني عنه أكيد ترجمة نانسي قنقر